اشتركوا في القناة يبلش المتسابق يبلش الفنان نصف صفر لازم ينسى البرنامج ويبدأ من جديد يبدأ خطوات الفنية اليوم الفنان سيف نبيل الفنان رحمة رياض وكمان انت موجودين بقو كبيري على الساحة الفنية بس وين بتصنف حالك بينهم شوف انا ما اقدر اقيم نفسي احب الاخل الجمهور هو اللي قيم وهو اللي يعني طيوان المراكز والتصنيف مثل ما منعرف عندك اغاني عراقية كتير حلوة بس ليه ما بتتجه لون الغناء باللهجة اللبنانية والله هاي الفكرة واردة ان شاء الله يعني بالمستقبل القريب يعني احب اللهجة اللبنانية واحب اللبنان كعموما كبلد فان شاء الله هاي الفكرة واردة بس تكون بالتايم الصح بالوقت المعين الصحيح ننزل لعمل لبناني ويكون عمل من النوع مثل ما تقوله بتايل يعني التقيل ان شاء الله صح اغانيك اكيد عم يوصلوا على عند الجمهور اللبناني وعم يحفظون وعم يرددون دايما بس لما تكون عندك غنية كمان لبناني يمكن توصل لهم اسرع وتكون محبوبة من الشعب يعني انو انت غنيت التفنان عراق وتغني لهجتهم فاكيد رح يكونوا هما سعداء واحنا يعني احنا غايتنا نسعد الجماهير والناس هاي غايتنا من الفنانين اللبنانيين مين بتتابع اكتر شيء لمن بتسمع والله ما يعني فيه كثير اصوات اصوات لبنانية جميلة يعني بس يعني يعني اكتر ممكن الشخص او فناني يعني يعني يعجبني الفنان ناسي عجرم يعني كستايل وكصوت وكريزمة شو رسالتك لبلدك العراق للشعب العراقي والله نتمنى يعني امنياتك وامنيات كل شعب عراقي وكل انسان عراقي انو نعيش بامن وسلام وحوب وتخلص هاي الازمة يعني الاقتصادية السياسية من حروب يعني نعيش مثل باقي البلدان اللي عايشة وان شاء الله يوم ما يتحقق هذا الحلم ان شاء الله لمعرفة كيفة الاخبار الفنية زروا موقعنا الفن دوت كوم وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة